أهلا بكم أعلنت مفوضية الانتخابات إلغاء نتائج ألف وإحدى وعشرين محطة اقتراع تابعة لانتخابات الداخل والخارج وذكر بيان المفوضية أن المحطات الملغاة توزعت على عشر محافظات وشملت محطات من التصويت العام والخاص والمشروط للنازحين والحركة السكانية إضافة إلى المحطات التي وردت بخصوصها شكاوى حمراء من قبل وكلاء الأحزاء في يوم الاقتراع أشار البيان إلى أن اللجان الفنية التابعة للمفوضية ألغت 954 محطة بعد تدقيقها أما المحطات الملغاة في انتخابات الخارج فقد بلغ مجموعها 67 محطة موزعة على ألمانيا والأردن والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا وتركيا أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ونقل بيان صدر عن مكتب رئيس المجلس سليم الجبوري أن الجلسة الاستثنائية التي عقدت هذا اليوم تستادف تصويب العملية الانتخابية وما شابها من أخطاء وحماية العملية الديمقراطية بما يؤمن ثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها وتمكين المفوضية من إجراء العد والفرز اليلوي بحث رئيس الجمهورية فهد معصوم مع نوابه وسام النجيف ونور المالك وإياد علاوي مساء الثلاثة نتائج الانتخابات وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن المجتمعين شددوا على دعوة كافة الهيئات والجهيات المعنية بما فيها مفوضية الانتخابات إلى الاتزام بأحكام الدستور والقوانين واتباع السبل الأصولية في النظر في الطعون والشكاوى البيان أكد على ضرورة احترام إرادة الناخبين واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة العملية الديمقراطية وحماية المصالح الوطنية العليا للعراق جدد السفير عمر البرزانتي دعوة الحكومة العراقية للبابا فرانسيس لزيارة بغداد والمواقع المسيحية في العراق وبحسب بيان لوزارة الخارجية فقد أشهد السفير العراقي لدى الفاتيكان خلال لقائه بالسكرتير العام للفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بقرار البابا بتعيين 14 كاردينالا جديدا يتقدمه من البطريارك لويس روفايل ساكو الأول من جانبها أكد المسؤول الفاتيكاني عزمه على زيارة العراق بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تمهيدا لزيارة قداسة البابا أهلا لقائه ترجمة نانسي قنقر